يا سمين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبر قوما وأنبر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطار فهم مضمحون واجعلنا من بين أيديهم سبدا ومن خلفهم سبدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمعفرتهم وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان المبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إننا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنذر الرحمن وما أنذر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تخيرنا بكم لإن لم تنفوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ميلا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي سطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة مئين يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل جنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المسومين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا مرزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فينا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلما مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق لهم نهار فإذا هم المظلمون والشمس تجهي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عادة العرجون القديم للشمس يندغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من رفه لما يرتبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمتنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنتقوا مننا وزقتهم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو نشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأذداف إلى ربهم ينفلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائف متكئون لهم فيما فاكمة ولهم ما يجدعون سلاموا قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إطلعوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخفر على أخوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأينا نبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بكر وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويحفق القول على الكافرين أولم يعو أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وكوبهم ومنها يأكلون ولهم فينا منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخدوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يترون وما يعلنون أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون